ناقشات السلطة المحلية بحضر موت مع وكيل وزارة التعليم العالي ومنسق مشاريع الصندوق الكويتية الدكتور نجيب الصلوي التحضيرات لتدشين لوحة إشهار مشروع تجهيز كلية المجتمع بمدينة الشحر وذلك ضمن خطتها التي ستشمل 12 كلية مجتمع موزعة لمختلف محافظات الجمهورية المحررة وبموجب ذلك سيتم تجهيز كلية المجتمع بالشحر بأحدث الأنظمة التعليمية التدريبية على المستوى الإقليمي والدولي حيث يعد مشروع تأتيث وتجهيز كلية المجتمع في الجمهورية الممول من الصندوق الكويتي للتنمية العربية أحد المشاريع الاستراتيجية في قطاع التعليم الفني والتدريب المهني حيث سيتم تزويد كلية المجتمع بالشحر بمنظومة تدريبية وتعليمية متطورة ستسهم في رفع قدراتها الاستيعابية ورفع جودة وكفاءة مخرجاتها وفقا للمعايير المتطورة في مختلف المجالات التقنية بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة في سوق العمل الخارجي اشتركوا في القناة